اهلا بحضراتكم مرة تانية انا سعيد جدا ببقى سعيد جدا كمان لم يكون معايا في الستوديو ضيف قادر طول وقت ان هو يشتبك في ما يسمى بيه الافقار مش الضيف اللي بيستخدم الالفاظ الحادة او انه بيحد فطوب لكن هو بيشتبك مع الافقار والعقول ناس كتير جدا متزعل مني وناس كتير جدا متهم والتهمات صعبة على رأسها ان هو بالنسبة لبعض جماعات الاسلام السياسي هو عدو الاسلام التهمة او اللي بانا اللي بانت محفوظة سعيد جدا يكون بيشرفني النهاردة في مصر الكلام والدكتور خالد منتصر اهلا بيك سيد معامل اهلا بيك طبعا الاستوافة دي واجبة في ظل انه حادثنا كله اليومين دولا عن تجديد الخطاب الديني اللي هو بنقوله وبنعملش بس خليني اول اسأل حالك قبل ما نتكلم عنه في الانترو بتاع دعاة تطرف في ثوب التنمية البشرية خليني اسأل حالك عن ردك على فكرة الاتهام المعلب الموجه لك دلوقتي بانه خالد منتصره عدو المشروع الاسلام وعدو الاسلام ذاته انا طبعا سعيد باستضافتك اولا وسعيد بان انا في قناة النهار وده اتهام خلاص حفظناه كده يعني واصبح قالب هم عايزين يحطوك في برواز معين ومفهومهم عن الاسلام هم الدعاء الموجودين الان اذا انتقدت محمد حسان فانت عدو الاسلام اذا انتقدت فلان الفلان الداعية انت عدو الاسلام انهي نسخة من الاسلام الاسلام اصبح اسلامات وليس اسلاما واحدا وهو محمد عبدو رجل ازهري والدكتور عمر عبد الرحمن ايضا رجل ازهري عمر عبد الرحمن الذي افتى بسرقة محلات تجار الدهب في الفيوم والذي افتى بقتل لجيب محفوظ الى اخره هو خريج ازهر بل حاصل على الدكتوراه اذا انت امام نسخ متعددة من الاسلام انا مع النسخة التي هم اعداؤها نسخة الاسلام الطمأنينة نسخة الاسلام المتسامح نسخة يعني الاسلام اللي ربنا بيطبطب فيه علي بيرحمني بيغفر لي الى اخر هذا الكلام الاسلام المحب للحياة وليس الكاره للحياة اذا هي نسخة ضد نسخة فقط لا غير عشان كده هم دائما يعني انا بمثل لهم غصة كبيرة جدا لان يمكن اخذ منطقة ما بيقدروش لرد علي فيها وهي المنطقة العلمية ودي دايما يعني من خلال برنامجك بحاول ادخل فيها ناس كتير يا ريت ندخل المنطقة دي لان هذه المنطقة هي اللي هتتكلم عن الناس هي اللي بتوجع هي اللي بتوجع قوي لي لان مصلحة لما اتكلم عن بولي القبل لما اتكلم عن الحجامة لما اتكلم عن كذا اذا انت بتتكلم عن مصلحة البني قدم العادي لكن انت عارف لو غريقنا في النصوص ده ابن تيمية قال وابن فلان قال ونقعد في المحاججة بالنصوص مش هنخلص ده مش مجال والاستوديوات خالص خالص ومش هيعمل تأثير في الشارع لكن لما تستفز العقل وتستفز التفكير البني آدم اللي في الشارع بيحس الله السفال دي ولا بولي القبل السفال دي هيكسب خلاص انتهت الحجامة ولا القلب المفتوح خلاص انت بتعرف الناس يعني ايه منهج تفكير عينيه المنطقة دي بتوجع قوي عشان كده هذا العداء الشيء طيب حالة الطمقنينة اللي حرجو بتكلم عنها او النسخة اللي بتنشر حالة الطمقنينة هل عندنا ناس بتعبر عنها في مصر اللي شايف وجود جمع غفير ولا احب نكلم عن الأفراد برضو شوف يا سيد محمد ارجع بذاكرتك إلى الوراء انك انت طبعا يعني صغير السن شاب ما زلت احنا عواجيز ده لأ عشان اللي بحب انا عجوز فلما حتى ترجع لفترة نور على نور ووحمد فراج والفترة دي او فترة ايه يعني ما احنا كنا بنتفرج على برامج دي دي الحقيقة كانت السماحة هي اللي ببص من الشاشة كده ألاقي وجه سمح ألاقي الأحمد أبو النور ألاقي يعني ناس جميلة كتير قوي حتى عبدالعزيز كامل اللي كان خارج عن الإخوان الصوت الخفيض الجميل يعني ياريت الناس تفتكر معايا أسماء في أسماء كتير حدو يطمينك مش بيهددك كان التواصل ما بيني وما بينه هذا المفتاح مفتاح الطمقنينة الوش السمح الابتسامة الهدهدة الطبطبة كل الكلام ده لكن إن أنا لقي وجد غنيم طلعلي بيشتمني وبيشتم أهلي وبيشتم كذا وبيشتم كذا تلاقي فلان بيبدأ قوله بأن الشتيمة كانت على عهد الرسول عليه الصلاة والسلام وإن أنا لابد أشتم لأن فلان كان بيشتم قبل كده هو ده اللي أنت عايزين رغم أنه قعد 80 سنة يتكلم عن عفة اللسان والرسول القدوة بس أول ما الشتيمة بقت في مصلحته مصلحته جاب لها نصوص ما ده حتى الرجل اللي مرة حرق الإنجيل ده اللي هو أبو إسلام أبو إسلام ده برضو عمل حلقة كاملة عن مشروعية السب والقذف في الدين الإسلامي صحيح ما أقول ما أقول الكلام ده مشروعية أن أنت تحرق كتاب مقدس لعقيدة أخرى أنا أمام مش أمام نسخة دينية أنا أمام مرضى نفسيين طيب إزاي وقعنا في فخ كل المرضى النفسيين دول وعيشنا في دولة 30 سنة بتقولنا أن الناس دول أو الشيوخ دول 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 ناس بتقعدين وفي حالهم وبنصوروا منه باكلوا رز بلبن ثم اكتشفنا بعد ذلك أن دول كانوا بيربولنا إرهابين الصغيرين وزاي ما أنت قلت لي قبل الفاصل إعترافات عسلية وزاي ما أنا أقول لحضراتك دلوقتي أنه صوص التحقيقات مع الحبارة بتقول إن اللي علمه الراجل محمد حسن في المنصورة هل كانت الدولة سايبة في المنصورة دروس هو الحقيقة الدولة قالت إيه الدولة عملت دين قالت سيبولنا السياسة سيبولنا الكراسي سيبولنا الوزارات وإحنا هنسيبلكوا الشارع ربوه زي ما أنتم عايزين مدارس إسلامية بالكون جوامع بقت عاملة مستوصفات السلفيين والإخوان تسلموا الشارع تماما سيطروا عليه نوموا الناس مغناطيسيا المصيبة كمان الخلايا النائمة اللي احنا اكتشفناها اللي ما كانش حد يتصور لنا ولا أنت ويا ما قعدنا معاهم يا ما كنت أبقى في برامجه وجنبي محمد الجوادي ماسك الكتاب اللي مقلفه عن محمد حسني مبارك وبيديني نسخة وأكتشف أن هذا المحمد الجوادي الحاصل على جائزة الدولة التقديرية بإلحاحه مع الناس وحكالي إزاي هو حصل على هذه الجائزة وكلم كام والتليفونات كانت معاه وكل يوم الصبح يهريهم مكلمات عشان ينجحه يوم عمل العملية بتاعته يعني ربنا عيش في الجميع فاروق حسني هو اللي كان وراءه هو اللي كان بيتكفل بيها إلى هذا الحد كان مخترق الدولة الناقد الرياضي العظيم الذي خدرنا جميعا بأنه ناقد رياضي حافظ وكذا 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 نكتشف فجأة أنه هو إخواني هشاء عبد الحميد اللي أنت جايبه هشاء اللي أنت تكلمت عليه قبل الفاصل الثاني ده الممثل محمد شمان ناس أنا الحقيقة بنكتشف كل يوم إلى هذا الحد كانت الدولة سايبة المسألة هذا الديل أصبح اقتلاعه زي جيل بتاعنا تربع لأنه الدكتور سيمي العوى المفكر المستهير المفكر المستهير ثم فجأة صدنا بعد الثورة وبعد فكر التمكين الإخوان نحن عندنا شخص أرأه متطرف أكتر من أخطر ما يمكن يعني هي المسألة كان مكتب الإرشاد كان محدد لكن كل دول اللي اكتشفناهم فجأة طلعوا إمتى هي دي المسألة طيب حالك ده ما بتقول الثلاث المثقف ده أنه بتطلع لجوه طيب توصد إيه بالجملة دي الحقيقة هي دي بقى المشكلة بقى بقت أخطر من الخلايا النائمة أن أنت أنا كنت يمكن المقالة دي كتبها على كاتب كبير كان بينادي بأن البوليس يدخل يقبض على شيخ من الشيوخ ما عجبوش كلامه شيخ كان مختلف مع الشيوخ الأزهر فقال يا ريتي يبقى فيه شرطة زي شرطة الأداب تدخل في الاستوديوهات تقبض على اللي بيختلف مع الأزهر وبرضو كان كتبت مرة عن مقالة لحد شهير جدا جدا في الأهرام كتب يهاجم فرق فودة ويؤيد شهادة الشيخ محمد الغزالي لما قال أنه يستحق القتل لأن فرق فودة مرتد ولكن اللي عمله كده دفتئات على السلطة لأنهم كانوا لابد أنهم يقولوا للسلطة موتوه وشكر فيه هذا كثيرا ومصنف كمثقف لبرالي المسألة مش كده بقى لابد أن احنا نحدد المعاني بشكل واضح أيها المثقف الذي تدعي أنك لبرالي أجب هل أنت مع الدولة المدنية أم مع الدولة الدينية هل أنت كسكرتير أو كعضو نقابة صحفيين شهير الآن نطالب بحريته أعود إلى الوراء أجد حلقة كان يقول لوحدة بهائية أنت مرتدة وبعد هذه الحلقة حرقت بيوت البهائيين في حادشة شهيرة جدا وكان السبب هذا الصحفي إذن هو فيه كلب مكيالين ولا تطرف أنواع هي المشكلة أنك لابد أن أنت الحتة النسبية في التفكير أنت لازم تعلم الطفل من هو صغير أن الحقيقة ليست أبيض أو أسود ودي أهمية دايماً اللي بكررها أهمية العلم هو العلم يعني إيه؟ يعني لو سألتك سيد محمد أو سألت أي حد إيه هو العلم؟ العلم حسب تعريف فيلسوف العلم كارل بوبر بيقول لك العلم هو كل ما هو قابل للتكزين يعني إيه؟ محمد الدسوقي رشدي هيقول لي أنا بحب الستوديو ده المكان ده كويس جداً و جميل وعزب و إحنا بنتكلمش في علم هقول له خلاص أنت يعني أوكي بلعطفة بتاعتك أنت بتحبه أنا ما بتكلمش معك في علم لكن لما هتقول لي أن الأرض دي فيها بطرول إذن إحنا بنتكلم في علم لأنه هقدر أكدبك واجب لك مجسات وحفرات وأقول كذا 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 ده الجزء المهم في تعريف العلم إيه اللي مخلي العلم بيتقدم أنه نسبي يعني يقول لك الدكتور الكويس يقول لك ربما أو أي باحث علم أظن نسبتها 85% لو أنا تربيت على كده من صغري أنه لا توجد هناك حقائق مقدسة في العلم إذن أقدر أنام العلم وأقول أن نيوتن كانت نظريته من ممكن يضاف إليها بوسط أينشتاين أي شيء يوصف في العلم حتى لو كان علم الحديث أي حاجة من الممكن إلى حين كل نظرية في الدنيا علمية بيكتب بعدها إلى حين تقعب تضرب عليها سهام سهم 2-3 طول ما أنت عايش عايز تكذب النظرية والعالم الكبير يقول لك تعالى تدبني ويستقبلك بمنتهى رحبة الصدر لكن العلوم الدينية لا يطلق أو لا يجب أن نطلق عليها ساينس علم الحديث ليس علما زي الطبيعة زي الكيميا زي البيولوجي هي معارف يعني حرك ضد مصطلح علم الحديث أنا ضد هذا المصطلح طب لو قلنا أنه إحنا العلم بقى ليه منهج وليه معايير علشان تشوف الحديث الصحي من الحديث الصحي جميل هل وجود المنهج ده ما يخلهوش علم قائم بذلك؟ هو زي أنت عارف زي إيه زي تمرين الهندسة لما كان بيجيلك تمرين الهندسة في تالتة أعدادي كده أنت كنت بتاخد الحاجات الأولانية وتقول بس تنتك كذا 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 وكذا هل ممكن تعترض على الحاجات الأولانية دي؟ هل ممكن تقول لا أنا مش عاجباني الزاوية بتاع 90 درجة دي دي 95 لا العلوم الدينية والعلوم الإنسانية عمتا هو من الممكن أن نقول علوم إنسانية هي زي تمرين الهندسة ده لكن هل عالم الحديث يقدر يتحمل مني إن أنا نقشه زي الفيزياء أو الكيميا أو البيولوجي وأقول له تعالى نشوف القواعد اللي أنت بنيت عليها علم الحديث لو قبل يبقى إحنا بنتكلم في علم لو قبل إن أنا أقول له إيه أقول له أنت بتقول لي أن الزاكرة العربية حافظة وتستطيع أن تحتفظ 150 سنة بجمل معينة هقول له أنا الحقيقة مش مقتنع علميا بكده لأن أنا عملت تجارب جبت فاصلي فيه 50 وقلت الأول واحد حاجة رقم 50 قال لي عكس اللي قاله رقم واحد لو قال لي مثلا هل هيتقبل مني إن أنا أقول له إن مثلا فلاني الفلاني أو أبو هريرة رجل عظيم عمل جهد كبير صحابي مبجل ولكن هل نقدر تقبل مني أن أنا أعمل علم إحصائي وشوف واطرح السؤال لماذا هذا العدد الرهيب والكم الكبير الذي قاله أبو هريرة وفي نفس الوقت سيدنا أبو بكر سيدنا عمر سيدنا عثمان سيدنا علي منعهم واحد واحد على 500 من اللي قاله أبو هريرة هل يتقبل مني هذا السؤال ويجي معايا ويبحث لو قبل يبقى إحنا بنتكلم فعل لكنهم لا يقبلون بيحطوا الناس في السجن عشان بيسألوا بس نقول معارف لكن ساينس له قواعد العلم يتحمل السؤال ويتحمل التشكيل ويتحمل الجدال إلى أقصى مدى إلى أقصى مدى خلينا أسأل بقى حرك إحنا كلمنا في الانترو على الناس اللي رجع تاني بأشكال مختلف هزي ما رجع لنا الدعاء الجدد في أواخر التسعينات ووالألفنات رجع لنا دلوقتي ناس بيقولك إحنا مدربين تنمية بشريالها في قوتشو بتاعها وبعضهم أصحاب أصل سلفي سواء كانوا في حزوين أو غير وبعضهم أصحاب أصل أكواني وبعضهم ما كانش معروف قبل كده وبعدلوقتي بي عندهم متابعين بمئات الألاف لكن طول الوقت طول الوقت فيه كورسات بتاعتهم فيه مصطلحات وحاجات بتستخدم زي مثلا واحد اسمه أمير مونير مشهور جدا على فيسبوك ويقولك إنه القنوات بتاعت الأفلام دي بتوسوسلكوا زي الشياطين أنا بحب يا سيد محمد أدين قبل دول أدين مجتمع يعني ما هو الكلام ده أو الفتوى أو الخطاب بتاع التلمية البشرية ده أو الخطاب السلفي أو طلب الفتاوي ده هو مرسل ومستقبل إيه السر في إن برامج الفتاوي رقم واحد إيه السر في إن هذه الهيستيريا في التليفونات وزيره تسعمية وبرنامج فلان والشيخ فلان والشيخ فلان واطلب الفتوى وأعمل إيه أنا بسمع فتاوي عجيبة رحك من أول يعني المنكير حلال والله حرام فيه واحدة أنا مرة سمعت خلع ملابسي أمام كلب زكر حلال ولا حرام كلام فيه منتهى العجب والكلام ده بروح أضعفه لدر الإفتة وبترد عادي جدا يعني هل رفض بيأخذ فيه لبس كان فيه منشت بيمكن من 3-4 أيام يفاخر شيخا كان مفتيا لمصر المنشت بيقول إيه أصدرت 3 مليون فتوى في العشر سنين الأخير أنا الحقيقة شايفه منشت كارثة شايف أن ده يدل على كساح عقلي يدل على شلل في الفكر طلعتهم إمتى ذكرت إمتى يدل على أن هذا المجتمع عامل زي الطفل اللي لسه لغاية الوقت عنده عشر سنين عنده مئة سنة ماشي بالمشاية اللي كنا بنعلمه بيها المشي مش ممكن مش ممكن هذه الهستيريا اللي برضو أخد التوب آخر وهو التنمية البشرية كل هذا العدد من الشباب اللي قاعد بس عشان الله إزاي أعيش إزاي أتكلم إزاي أواجه الناس إزاي أكتب سي في هذه الحاجات البسيطة اللي بيعملوها الناس بره وهم في ابتدائي تجد هنا ناس في التلاتينات والأربعينات مش عارفين التواصل حتى ما بينهم وبين الآخرين هي دي الكارسة الحقيقية محتاج حد يعلمه إحنا هنفضل لإمتى محتاجين حد يعلمنا وبعدين الأخطر بقى الحتة الاجتماعية إن إحنا طول عمرنا بنمثل الحياة يعني إحنا مش إحنا يعني أنا ما ببقاش نفسي لغاية ما يبقى عندي ستين سنة أبص في الملاية وأسأل نفسي هو أنا يا ربي عشت زي ما أنا عايز هلاقي نفسي ما عشت زي ما أنا عايز على الإطلاق في حصة الرسم رسمت الشجرة اللي عايزها المدرس في حصة التعبير كتبت موضوع التعبير اللي عايزه مدرس العربي اللي حطيلي العناصر ما كتبتش موضوع التعبير بتاعي في الآخر بيستلمني يا إما أمير الجماعة يا إما مدرب التنمية البشرية اللي بتقول عليه ده دي هي الكارثة الحقيقة في المجموع بقى دل عشان يعلمني بقى زيه يبقى إحنا ندق نقوس الخطر مش في دول دول كان خمسمية متين تلتمية ألف لكن التسعين مليون اللي مش عارف أقول إيه بيروحوا ورا الخمسمية ولا الألف لم يخلعوا لم يخلعوا البنبرز الفكري بعد يعني إحنا ما زلنا حتى الآن شبابنا زي ما يكون لابس البنبرز محتاج حد يقوله صلي إزاي وحد يقوله حد يقوله فكر إزاي حد يقوله تكلم إزاي أنا بشوف المبهار عند الشباب كلام عادي جدا أنا كنت يعني مش متخيل ماذا يفعل مثلا حتى إبراهيم الفئه اللي لا تقال عليه سلفي ولا حاجة إيه كلام ده كلام عادي جدا كلام يجد صدى عند من ليست لديه أي مناعة ثقافية لا تخطو فوق النار حتى لا تلمسك حاجات اللي حلوة دي فده ده أنا زي السحر والشعوازة بالزبط فأنا بدين قبل هؤلاء بدين هذا المجتمع اللي خارج من عباء التعليم لا تعليم على الإطلاق فبيبقى لؤمة سهلة في أيدي هؤلاء طيب ما هو لؤمة سهلة ده خلينينا راحة طول وسألك السؤال اللي كلنا بنبحث لي عن إجابة دلوقتي كيف هل يمكن إنه يتم صناعة متطرف وكيف يصنع المتطرف الحقيقة يمكن أنا كنت لسه من كذا يوم قاعد أقرأ على حكاية واحد اسمه مالك الأمير عطا مالك الأمير عطا ده يعني من الإرهابيين التقال قوي شاب صغير جدا خارج هندسة ويمكن وقع في إيد اللي أنت بتقول عليه مدعاء الجدد بتقال التنمية البشرية ده لأنه ميسور الحال جدا من عائلة يعني غنية وطالب لي من اللي بنسميها كليات القمة وفجأة أنصار بيت المقدس أجناد مصر أنا مش عارف تفجير فين في الطلبية كاع وقتل هذا الملك الأمير عطا وغيره آخرين ويمكن فاكر أنت اللي كان حكم من حكام الدرجة التانية برضو مش عارف فاعل اللي لقيناه مرة فجأة بيتصور في داعش في العراق مع أبو وكل البغدادي والناس دي كتير كتير قوي بنسأل نفسنا دلوقتي كان زمان يمكن لما كنت في الكلية كنت أمسك كتاب مثلا يقول لك إيه الدكتور سعد الدين إبراهيم عالم الاجتماع والدكتور فلان عالم الاجتماع بيقول لك الفقر هو ما يصنع التطارف الجهل هو ما يصنع التطارف اللي اللي مش عارف طيب الفقر طلع لنا بن لادن أغنى أغنياء السعودية طلع لنا عيمن الزوهري اللي ساكن في فيلا في المعادي رجل خريج طب أصل العيني ومش محتاجين حتى الحاجات القديمة لو سنبص على رابعة في دكات الجامعة أمريكية وأساس دكاترة في الجامعة وكانوا وقفين مقتنعين أنه جبريل نزل تمام عادي جدا هذا اللي بيقتنع بأن مرسي كان إماما في الصلاة للنبي رسول عليه الصلاة والسلام طبعا يعني وإن فعلا جبريل نزل رابعة وهو اللي آخره المشكلة فيهم بقى ما هو أنت لا الفقر ولا التعليم وكمان التعليم إيه لا ويقول لك المناخ اللي أنت فيه طيب الناس اللي في بلجيكا وفقدرت اللي هو البلجيكي المسلم النهاردة اكتشفوا أنه فيه 17 عضوا في الشرطة الفرنسية نضموا لدعش الفرنسي المسلم طيب يبقى فيه مشكلة لابد صراحة نعترف بيه أن تفسيرنا لدنا مخاصم للحداثة فرنسي المعنى الأديان كلها من البوزية لأي اختار أي حد بيعرف يندمج في المجتمعات اللي بيسافر له لكن لابد نحن نجاوب على السؤال ده بقى ليه المسلم؟ أنا طبعا مش بعمم يعني لكن النماذج دي لما بيروح برة بيصر على أن يبقى له المأزنة لا ده بيصر على أنه ويسلف للدولة آه وبيصر على أنه يحط الميكروفون والجامع كبير بيصر على أنه يقعد على الرصيف ويفرش السجادة في نيويورك فيه سواك وبتاع بيصر على الصراخ بدينه أنا مسلم أنا دائم دائم الصراخ بأنه معاه الخط اللي كل الناس دي مش واخدها أنه الأفضل ولازم نستخدع لي وأنه الفرقة الناجية يحمله معه أينما شاء في أي حتة وإحنا في الدنمارك شوفنا أعضاء حزب تحريح السلاف وقفين قدام لجان الانتخابات بيقنعوا المسلمين والعرب هناك إنهم ما يدخلوش يصوطوا للانتخابات دولة كافرة في هولندا أنا كنت مع واحد صديق فلاقيت واحد عنده حداشر عيل مسلم مغربي وبينادي بأنه يبقى لهم مدارس إسلامية منفصلة يبقى التطرف جاي منين يا جماعة لازم نعترف والرئيس بحى صوته فيه جوه التراث فيه جوه الكتب ما يحض على هذا ده لازم نعترف أنا هاجل للقطة دي بس الأول عاوز وعليك فيديو كده الأمير المنير ده ونشوف الطريقة دي في التفكير ده راجل بيعمل كورسات تنمية بشرية ولاية في كوتش وبيسمعه مئات الألاف تمام الطريقة دي في التفكير ممكن تصلها لحد ده فين وريني الفيديو كده جماعة ده أزنوك كل مرة وبيشبهها قناة الأفلام بأنها شطان واحنا شل نقسم القناة برضو الطريقة دي بقى شوف هي دايما مفتاحهم أن يحسسك بالزمن يكرهك في الحياة هو الفرق البساطة بيننا وبينه بين بره وبيننا هم شعوب محبة للحياة بيستمتعوا بيها بيلاقوا فيها جوانب جميلة الخطاب اللي انت جبته دوت آخره كاره للحياة عشان كده لابد ان احنا نفهم منه اللي بيفخخ نفسه اللي بيفخخ نفسه وبيفجر نفسه وبيبقى أشلاء أكتر حتى فيه قد كده ده داخل على ايه معبق من صغره على أن هذه الحياة لا تستحق أن تعش الدنيا أنها دانية وأن الموت هو سبيل النجاة من هذه الحياة الدنيا بنفضل لازم الأول تقعد تحسسه بالزمن تحسسه بأن جسده ده عبق عليه جسده كله حرام أو جسدها طبعا اضرب في مية بقى حرام 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 أي حاجة متعلقة بالتين ملبوطة حرام معروفة من أولها كده أنت مخلوقة أساسا عشان تتعب في شوال ويتقفل عليك وانتهى الموضوع حتى لما طلقت موزيع منتقد على التلفزيون كانت كارسة حرام عندهم نوع من أنواع الوسواس القهري ضد المرأة وطبعا بالنسبة للفيديو اللي حضرتك عرضته ده هيفضل الإحساس بالزمن وأن أنت تتفرج على فيلم ودايما بيعتبروا الفن هو العدو الأول ليه؟ لأن الفن والدين هما تخيلهم بيلعبوا على نفس المنطقة هما بيخافوا قوي من الفن بالذات ليه؟ لأنه بيسحى بالبوسط منه الفن أول ما بدأ بدأ في المعابد عند الإغريق بدأ في المعابد هما قدروا يصلحوا نفسهم ويمزجوا ده بده والفرعنة كذلك عملوا نفس الرقص والرسم وإلى آخره دخلوا وضفروه في الدين إحنا عندنا مشكلة في المسألة دي عندنا مشكلة قديمة قوي إن إحنا ما عرفناش نضفر الفن جوه التراث الديني كان الفن الوحيد عندنا هو الشعر أقوال فبدأنا نكره الصورة يعني أنت ممكن تلاقي أشعار بتتكلم بألفاظ جنسية صريحة جدا أبو نواس تتكلم في شتوس الجنسي وكانوا الناس متسامحين معاه إلى أقصى مدر كتب التراث الإسلامي نفسها مليانة في ملحدين كتيرة جدا جدا من الشعراء أقوال علاقة المعارية على رأسهم وفي العلماء كلهم اللي إحنا بنفخر بيهم دول 99% منهم من ابن سيناء والكندي وكل دول كانوا التهم بالكفر لكن كان المجتمع قادر يجمعهم لمجرد أنهم فكروا وتم التهم بالكفر لكن إحنا هنا بعد كل هذه السنوات مش قادرين نتحمل لفن ولا علم رغم أن المجتمع الطبيعي يا دكتور لما فضل طول السيني فاتت قال له تكسيد الأنبياء حرام تكسيد الأنبياء حرام والصحابة حرام لكن مجرد مثلا ما تعرض المسلسة اللي أنا أنا بتاع سيدنا يوزي وعمر ابن الخطاب وطلع في كل الصحابة كل المسلسين كانوا يتفرجوا مبسوطين جدا جدا المشكلة البيزنس البيزنس انت عارف هم خايفين من إيه الدعاء دول خايفين مش على ربنا أبدا إحنا اللي بنحب ربنا يمكن أكتر منهم مليون مرة هم هم خايفين على إيه محدش يتصور بقى ويدحك علينا وقل لك خايفين على الدين وده مش حارف إيه لأن الله هو الذي يدافع عنا وليس نحن الذين يدافع عنا لا أبدا خايف على الدين إزاي هو بيغير على حسب الحاجة هو خايف على الشيتيمة حرام الشيتيمة حلالي خايف على الفور بايفور اللي راكنا قدام البيت خايف على الأصل اللي في التجمع الخامس خايف على رحلة الحج والعمرة اللي بيروح مع شركة السياحة الفلانية وبيرجع بنص مليون وغاسل دماغ الناس دي كلها خايف على كذا 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 هو ده اللي خايف عليه عشان كده في شراسة فضيعة في معادات وكراهية أي حد بس يفتح نافذة صغيرة ويقول للناس فكروا فكروا الله 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 ده هياخد مننا البزنس يعني مش محتاجك تقولي أخش الحمام بي والفنان كذلك الفنان بقى اللي بيلعب على الوجدان وبيقدر ياخد البساط من رجل الدين رجل الدين بيبقى في منتهى العنف والشراسة معه طيب ده خليني أرجع لحرك بعد الفصل بقى على مولانا كحالة فيلم مولانا وملف تجديد الخطاب الديني والخرافات في عقل المصريين وفي ملف تجديد الخطاب الديني تحديد أنا عاوز أعرف من حضرلك من خضل الرئيس بعد دعوة شجاعة أطلقها من سنتين ونخلي الملف ده ماشي ببضل بعد الفاصل رأي دكتور خالد بن تصر في مولانا والهجوم عليه ثم خرافات في عقل المصريين ثم ملف تجديد الخطاب الديني أهلا بحضراتكم مرة تانية لسا نكملين حوارنا مع الدكتور خالد بن تصر وابن الفاصل كنا نتكلم عن فيلم مولانا وما يتعرض له من هجوم شديد وهجوم على كاتب وصاحب الرواية وصاحب الحوار في الفيلم الأستاذ أبريم عيسى الحقيقة أنا حضرت العرض الخاص بتاع مولانا وشفت فيلم مولانا وهتكلم عن الفيلم كفكرة يعني كسينما ممكن نتناقش ونختلف لا أول سؤال هل شفت أن فيه ساقة هنا للأظهر الحقيقة أنا شفت أن فيلم زي مولانا إحنا محتاجين ألف فيلم زي مولانا محتاجين أن إحنا نطرح الأسئلة بجسارة زي ما فيلم مولانا عمل يعني المنتج محمد العدل والمخرج مجد أحمد علي والكاتب إبراهيم عيسى وفريق التمثيل وعلى رأسه عمر سعد الحقيقة كانوا ما عملوش أي حاجة إلا أنهم راموا حجر في هذه البحيرة الراجدة على سبيل المثال الفرحة العارمة التي تأتي للناس من دخول مسيحية في الإسلام ده مشهد ومشهد جميل وعجبني جدا هل رأيتم أيها السادة البوزيين أو الهندوس فرحانين قوي بدخول مثلا ستيف جوبز في الديانة البوزية عادي ولا كائد أحدها في الخبر هل فرحه قوي بدخول ده في ناس كتير من النجوم السينمائيين الكبار والرياضيين والعلماء في أمريكا الإسلام مقص محتاج حد يكمله مثلا ده بقى يدللنا على إيه يا جماعة ليه أنتوا حاسين بالهشاشة ليه حاسين بالدونية دايما بحيث أن أي حد جاي مش ممكن كامل يا مشهد زي ده نفهمه صح هذا الطرح احنا نبقى قوية نبقى وثقين في نفسنا وثقين أن احنا ممكن نتقدم له قدام ساعتها نفهم دلالة هذا المشهد اتنين السنة والشيعة هناك إسلام هذه المذاهب السياسية التي خرجت علينا بعد الدولة الأموية التي جلبت علينا خرابا سياسيا ما زلنا نعيشه حتى الآن لابد أن نجيب عن هذه الأسئلة هل هؤلاء الشيعة هم شياطين تمشي على الأرض على فكرة جابر بن حيان بن الهيسم مش عايزة أقولك 90% من العلماء اللي احنا بنفخر بيهم وساعة ما نزنق نطلع قسميهم شيعة نصوم شيعة ونصوم التهم بالحاجة ونصوم التهم بالإتحاج يبقى ساعتها منطلع من جراب الحاوي ساعة ما ولكن الإسلام دي العلم زي ابن حياني طيب بس الشيعة دون قفرة انتوا بدأوا مكرهين الشيعة قوي يريد نعود مع بعض نحزف كل علماء الشيعة هشوفوا هيفضل لنا إيه هنحزف كل العلماء الذين اتهموا بالإلحاد ونشوف فضل لنا إيه ده على المستوى الرسائل اللي وصلتنا من الفيلم رسائل رسالة تانية مسألة ان انت المعتزلة هناك تاريخ مسكوت عنه في الإسلام لابد ان احنا نخرجه بدأ فيه تراث يا جماعة ادونا كل التراث زي ما بيعمل الدكتور سعد هلالي كده في انه بيدينا كل الاراء الفقهية واول من يكرهونه هم الذين يتحكمونه في الأزهر اللي هو رجل دين بالمعنى التقليدي هذا الفريق لماذا لا نستفيد من الأفكار العقلانية التي طرحتها أو طرحتها فرقة المعتزلة على المجتمع الإسلامي الحقيقة فجر كل هذه القضايا أنا مش شايف فيها أي نوع من أنواع الغضادة والاستفزاز ومنعه الفيلم ويه ده يشيق ليه سؤال هل طبيعي جدا أنك يظهر حد من جوا مجلس النواب أو حد من جوا مؤسسة ثقافية في الدولة يهاجب الفيلم لنفس طريقة هل معنا كان عندنا نواب متطرفين ما هو ده اللي احنا بنقول عليه السلفي ده انه طالع الجوا اللي لابس السينياء ده طيب خلالي أروح ليه أزمة تجديد الخطاب الديني في مصر من سنتين الرئيس أعلنها مباشرة ودي كانت خطوة شجعة أن حد يطلع يقول إحنا محتاجين تجديد الخطاب الديني وطنقية التراث ثم فجأة الجهتين اللي كانوا مسؤولين عن هذا الأمر الرسميا سواء الأزر أو وزارة الأوقاف ساك من وزارة الثقافة اللي لا كانتش موجودة في الموضوع ما بقوش موجودين بالعكس كانوا بتخنقوا مع بعض ما شفناش أي ناتج طلع من الأزر فيما يخص تجديد الخطاب الديني وما شفناش أي ناتج طلع من الأوقاف سواء الخطبة المكتوبة اللي معمولة الخمس كأن يعني بنسيب ورث الحقيقة هنرجع لللي احنا قلناه مسألة البزنس مفيش النية الصادقة إن أنا مش أجدد الخطاب يعني أنا معترض كده ما بين قوسين على تجديد الخطاب هو تجديد الفكرة لأن مسألة الخطاب لو تغيرت يبقى بنغير أسلوب بنغير لغة بنغير إعراب بنغير تشكيل لكن إحنا عايزين نجدد هذا الفكر الديني لا في نية هنا ولا في نية هنا لا في نية للحفاظ على الكراسي أنا لو جددت الفكر الديني وزي ما هما بيقولوا اديته لكل من هب ودب يبقى هيروح من تحت إداية المسألة على فكرة مش مسألة اختلاف ما بيني وما بين محمد على مثلا الصلاة قد إيه إزاي الوضوء مسائل يعني تقوصية أو عقائدية الحقيقة ده دخلت في مسألة حياة أو موت زرع الأعضاء قانون زرع الأعضاء مثلا قانون زرع الأعضاء بقالنا بالنقش وربع قرن والموت الإكلينيكي لا ده فيه موت شرعي تدلي اللسان انخساف الصدغين توقف القلب ده مكتوب في كتاب ابن فلان لا مش ممكن إلى أن صدر القانون قبل الثورة جميل أين القانون من 2011 حتى هذه اللحظة الفزع من الطيار السلفي الفزع من وهابية التفكير حتى عند وزير الصحة حتى عند مجلس النوام وأتوقع أنهم هيعودوا يدعبسوا ما تجي ناعش من الأول الموت الإكلينيكي والموت الشرعي وندخل في نفس الدوامة وإيه داخل الدين في دول هي دول نقطة المفصلية رجال الدين بقى المفروض أن هذا لا يعرض أساسا على رجال دي قضية علمية طبية ما لهاش أي دعوة على الإطلاق برأي رجال الدين مسألة الناس اللي قاعدين بيموتوا نتيجة أنه هو مش عارف يزرع قلب مش عارف يزرع كبت كلي لأن الكبت الكلي لابد أن يؤخذ من ميت و و و إلى آخر اللي بيموتوا كل يوم دول في رقبة مين دمهم في رقبة مين لابد أن يجيب على هذه التجارة اللي موجودة في الأعضاء دي اللي هيقضي عليها إن احنا ناخد الأعضاء لكن احنا مستنين رأي الشيوخ في مسألة علمية بحتة و تمال حتى تخيل لما يجي شيخ مستنير يقول لا احنا وجدنا تسلفا بقينا المزاج المصري الشعبي هو ده الخطر بقى وهابي أكثر من الوهابيين طيب هل عالك مع الناس اللي بتقول إن ما نفعش يشارك في تجديد الفكر الديني أو الخطاب الديني ناس من برأة الأظهر ونواف الحقيقة أنا ضد هذا تماما المسألة مش حفظ المسألة دخلت علوم إنسانية كثيرة جدا لابد إنها تدخل في محيط العلم الأزهري زي علوم اللغة علوم اللغة دخلت زي نصر أبو زيد ما كان يعمل في مؤلفاته التعامل مع النص القرآني ليه مسألة الفهم واختلاف الفهم حول النص القرآني والأحاديث وإلى آخره علم الاجتماع دراسة علم النفس كل هذه الأشياء مفيدة جدا في مناقشة تجديد الفكر الديني هو أنا المتطرفين اللي بيدخلوا يوم بعد يوم دول ما قدرش أدرسهم نفسيا يا ما فيش مشكلة نفسية فيهم لازم يعني مش ممكن البني آدم اللي بيروح عشان يفجر الكنيسة البطرسية ده إنسان صحيح نفسيا فبالتالي الموضوع مش وقف عند حديث أو عند كتاب فكر على الإطلاق الموضوع عام وأشمل وهو التجديد هم يعملوا إيه هم يعملوا إيه هيروح أقل لك آه طب ننقل الحديث ده وننقل الحديث ده يعني أنا لسه شايف كتاب الكتاب بتاع السنة دي شالوا فعلا منه حاجات شالوا أكل الأسير في الأزهر في الأزهر شالوا أكل الأسير ومش عارف إيه الحاجات الفجة أوي طب كويس أوي لكن ألاقي دية المسيحي هي نصف دية المسلم سرقة الصليب لا توجب قطع اليد ولكن سرقة مش عارف باب الجامع لابد أنها تقطع اليد طب يشيل حاجات المفهوم عشان كده بقول تجديد الفكر انت قعد تشلي حاجة وبعدين لما محمد السوق الرشدي يكتب مقالة فيها الكلام ده آه ده كتب طب ما تيجي نشيلها تكتب السنة الجاية المسألة مش كده المسألة أنا قابل لأخي في الوطن ده إنه يبقى راس براسي مواطن زي زي ولا لأ هي دي هو ده الكلام طيب ومناسبة الكلام عن الإخوة في الوطن هل وحب نتكلم عن تجديد الفكر الديني أو الخطاب الديني ده بيشمل كمان الخطاب بالدين المسيحي طبعا طبعا شوف هناك سلفيون في داخل المسلمين وهناك سلفيون أو سلفيون هنا وسلفيون هنا داخل المسيحيين وداخل المسلمين وبعدين اللي بيوحدنا الحقيقة للأسف ودي كتابتها جزا مرة الخرافة أيوة الإيمان بالخرافة أجي بقى للخرافة لا وحكي لك طب بتفضل دي بقى أجي للخرافة لا أنا عاوز أنا عاوز الخرافة في حياة المصريين نسبة الحكم بتاعها كان مقارنة بالدين الحقيقة يعني كان فيه زمان مش عارف الإحصائية دي يعني ترجع إلى إيه بالزبط لكن قرأتها يعني أن ما يصرف على الخرافة أكتر من داخل قناة السويس نسبة الخرافة من المصريين ودائما الخرافة لها هلاف ديني وكنت مرة كتبت عن الشجرة اللي كانت في طريق الإسماعيلية لما كنت باجي من الإسماعيلية لمدينة الإنتاج كنت بشوف الناس ملمومة حوالين الشجرة دي وكان مكتوب لا إله إلا الله محمد رسول الله واتكاميرات وبتاع فاكر أنت حكيت الشجرة دي الشجرة المباركة والحقيقة الناس يعني كسبت منها ما كسب رهيبة اللي بيعمل الشاي واللي بيصور واللي بقى في بيزنس حواليها كبير جدا عندما كتبت عن المسألة دي فوجئت بي ناس بتشكر فيها حنة وجرجس وبطرس شكروني جدا على المسألة لكن عندما تكلمت عن الزيت المقدس الذي يشفي السرطان في إحدى الكنائس إنهم بياخدوا زيت مقدس نازل من الصورة ويضعوه على السادي فيشفي السرطان السادي حنة وبطرس شتامونك حنة وبطرس هما نفسه حنة وبطرس شتاموني شتيمة ما حصلتش فالمسألة أهلي وزمالك أهلي وزمالك لأن المخ التفكير العلمي مش موجود ما بتقدرش تستحمل إن انت تفكر بالعلم ليه لأن ببساطة العلم رخم شوي بالبلد كده العلم رخم في إيه انت تيجي تقول لي هات من الآخر العلم بقولك شهات من الآخر العلم بقولك لا ما تيجي نفكر ربما هيحصل كده هو مش عاو تفكر هوا هو يلا هاتلي الفتوى الجهزة المعلبة بل يب خلينا نقف قدام حاجات زي بول الإبل بقى يطلع نائب من مطروح يقولك نوبيل القبل بيساعد على علاج فيروسي والنائب بتاع الختان والختان والحجامة وإنه أبطال أمريكا في الأولمبياد كانوا بتعالجوا بالحجامة ومش عارف إيه ويطلع مصرين كلهم عايشين على وهمة أمو خديجة السودانية وأبو فتون المغرب اللي بيعالجوا بالسحر ومجلوب الحبيب شايفي الكلام ده يا دكتور دلوقتي شايف برضو لأن المصطلحات الأساسية والفهم الأساسي للعلم مش موجود يعني إحنا لما نقعد مع الناس كده ببساطة كده نقول لو واحد كانت قالك الحجامة تشفي أمراض الكابت ده كلام مش علمي ليه؟ لأنه ما فيش حاجة اسمها حاجة بتشفي عضو لأ العلم ما عادش كده العلم الدواء الفلاني بيدخل على الرابطة الفلانية في الهرمون أو الإنزيم أو خيط دي إن إيه؟ ويضربه هنا زي الصفال دي ما عمل وهنا نقدر نضرب الفيروس الفلاني يبقى وهم أن أنت تقول إيه؟ أنا أعليج لك الكابت أنا أعليج لك الركبة أنا أعليج لك الطحال أنا أعليج لك كذا ده كلام فارغ لما يتقال مثلا إن السموم التي في بول القبل من الممكن أن تشفي أمراض الكابت لابد يا جماعة دي سموم خارجة ما فيش حاجة اسمها الملاحظة العلمية تبدأ من نص مقدس لا على عيني وراسي النص المقدس لكن الملاحظة العلمية تبدأ من الواقع زي الأسبرين أعظم أدوية العالم وأشهرها طلع إزاي الناس في قبيلة معينة علماء لحظوا إن الألم بيقل لما بيأكلوا حاجة اسمها لحاء شجرة الصفصاف طيب شفنا واحد اتنين تلاتة عشرين خمسين كويس قوي تيجي ندرس يبقى الأول الملاحظة بتيجي من إيه مش إن القبيلة دي في كتابها المقدس قالت إن لحاء شجرة الصفصاف بتعمل كذا لا ما ليش دعوا هنا كعالم في معمل وقاتلي بولي القبل ده حلله واشتغل عليه واشتغل عمليه ده أنا مقدرش أعمل عليه لإني ملاحظتش يعني أنا لو لاحظت قريتي كانت بتعمل بولي القبل دوت وخفوا كلهم من كذا آه طيب تعالي لكن ما تعمليش إزاي هو أنت ليه زعلان قوي وما عملتش على بولي القبل لأن ده جريمة علمية لو عملت كده وإلا هاتلي حضرتك وهات تعبان كبرى ويروح أرسك وتروح أكل سبع تمرات لأن ده موجود في حديث من أكل سبع تمرات إنه هيشفى من السم لو أنا عملت كده لو جبت التعبان ده ويسمك وروح تقريبا مديك سبع تمرات ومت يبقى أنا عملت إيه عملت جريمة عملت جريمة يبقى الملاحظة العلمية لها قواعد كل ما نعاني منه من إن ما فيش لا برنامج بيتكلم في العلم على أي قناة ما فيش انت عارف طبعا البرامج الطبية على القنوات عاملة إزاي كلها ما بقاش في عندنا دوريات علمية ما بقاش عندنا محرين إعلام ما فيش ولا محرر إعلامي فيك يا صحاف علمي فيك يا صحافة مصر تخيل تخيل من يوم صلاح جلال في الأهراب ما تأعرفش بقى من 20 سنة ولا من كم سنة لا يوجد محرر علمي بس والله في شاب مكتهد جدا في المصر يوم زي إننا محمد منصور بيحاول يشوق طريقه في الموضوع ده يا رب إنه يحط حجر أساس لفكرة المحرر العلمي طب ليه كلية الإعلام ما تعملوش يعني ليه في كلية الإعلام بقدر كتب اقتصاد بقدر كتب ليه ما عملش محرر علمي في منهج كلية الإعلام بدل ما الصحافة بتضحك عليها من الأطفال اللي بيجيبوا اختراعات بزيت الزتون لشفاء السنة آه لبقى أنت المشكلة إيه هو مش عارف عاجة المشكلة الوسيط ما بيني ما بين العالم وما بين الجمهور أو القارئ الوسيط نفسه مسدق اللي هو الصحفي اللي بيجروح ياخد الحديث أو البرامج أو أو طيب أنا عندي شوية صور كده عاوز أعرضوا بعضناك في الآخر وناخد رسالة أو رأيك أو تعليقك زي ما تحب أيها ربنا يستر الصورة الأولى يا شباب أبقى بعد ذنوك وعشان كل صورة لها قضية الفور بيفور والشيخ محمد حسن هو الحقيقة أنا يعني نفسي مش عايزة شخصا ناس لأن الفكرة أهم من الشخص بسأل سؤال للدولة لماذا عندما قال حبارة في التحقيقات أنني تعلمت على يد الشيخ محمد حسن لم يساءل الشيخ محمد حسن لا من الدخلية ولا من النيابة هذا السؤال شرعي ولا بد أن نجيب عليه ومفتاح الإجابة عليه هيحللنا حاجات كتيرة جدا وقانوني اللي بعده دكتور عمر خالد ده بداية التنمية البشرية اللي أنت بتقول عليها هي على فكرة اللي بيكلموا فيه ده أو اللي بيكلم فيه عمر خالد بيسموه في التراث الرقائق الرقائق اللي دايما الموعزة اللي لم تدخلش في الغامق زي ما بيقولوا بتحنن القلب آه لكن من الأشياء الخطيرة اللي حصلت أنك حولت المرأة إلى كارهة لنفسها كل بنت مصرية كانت تستمع إلى عمر خالد كانت تخرج بإيدانة لنفسها إنها عورة تمشي على قدمين لا يمكن مجتمع يتقدم وماشي على رجل واحدة الردة اللي حصلت عند بعض الناس اللي تحجبوا على إيد عمر خالد وبعدين خلقوا الحجاب هل لفتها اللي انت بحضرتك في الفترة اللي فاتت دي هل لها دلالة معينة شوف رب معينة احتجاج معينة المسألة المسألة إيه المسألة الحجاب مش زي يعني لو أنت لابس الحجاب كزي زي أي زي فيش مشكلة لكن العيب في الباكيج الباكيج اللي مع هذه الفكرة الباكيج اللي يضم أنني من أكثر أهل النار كامراء إن أنا في قاع النار إن الجنة أكترها من الفقراء والنار أكترها من النساء إن أنا سأقطع الصلاة مثل مثل الكلب والحمار إن أنا بنص عقل إن أنا بنص دين أمش عارف إيه لي جابني أصلا إن أنا إذا تعطرت يبقى أنا كزانية تخيل عشان تبقى ريحتها كويسة هي زانية إنها لما تخرج من بيتها هي تغوي كالشيطان إغوائية كل هذه المسائل دا باكيج مش مسألة إيه شرب مسألة الباكيج ده والله اللي عندها الباكيج ده بتبقى عندها مشكلة وعشان كده بتلاقي تراجع كتير لأنها مش قادرة تقتنع أنها كم رأة إنها تقتنع بهذه المسائل طيب اللي بعده بقى تعلاقات سريعة بقى عشان وقت حاضر محمد حسين يعقوب غزوة السنضيق بدأ معمليه بقى عشان سريعة الحقيقة هذه الكلمة التي ضحكت على المصريين جميعاً عند الاستفتاء وجهه المصريين هل تقتنع بقى عملين الصورة إزاي؟ آه هي الإشعاع النوراني يعني فالحقيقة أول من لعب في أدمغة المصريين بوهم غزوة السنضيق اللي بعده حزم شمان برضو بيلعب نفس الكلام بتاع ماذا يعني الحجاب هيقلعوك الحجاب يا مش عارف إيه وإيه بص بص البرنات بتاع اسمه صراخات للغافلين صراخات للغافلين المشكلة على فكرة كمان إن أنا أعتقد ده دكتور برضو آه ده دكتور حزم شمان إعلامة الاستفهام الجماعة قادة الجماعة السلفية في الأسكندرية جميعا أطباء ياسر برهامي أحمد فريد مش عارف حطيبة آه محمد سعيد المقدم كل هؤلاء أطباء ودي عايزة حلقة بقى يعني دي حلقة لأنه يعني شلالهم عدى لها طيب اللي بعده خير تشاطر ده الحقيقة تنبأت بإنه هيسيطر على مصر عندما تخرجت من كليات الطن ووجدت نقابة الأطباء بتعمل معرض السلع المعمرة وكان خيرة الشاطر هو صاحب هذا المعرض التلفزيونات وتلاجات وغسلات وكانت نقابة الأطباء بتديله الفلوس مقدما في حاجة لم تحدث من قبل وكذلك نقابة المهندسين ولا مش عارف ايه والعين بدأ بمعرض بهذه المعارض للسلع المعمرة فأصبح خيرة الشاطر ولابد أن احنا ناخد بالنا دلوقتي من سلاسل كثيرة لسوبر ماركتات بتلعب نفس لعبة خيرة الشاطر تمام اللي بعده الرئيس الأصبك محمد حسنين مبارك جرف الجريمة التي هو خلف القفص الآن بسببها ليست هي الجريمة التي تؤلمني ولكن الجريمة التي تؤلمني هي تجريف العقل المصري تمام اللي بعده الرئيس الراحل جمال عبد الناصر الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بالنسبة لزعيم أحدث تغييرات اجتماعية في مصر ولكني أأخذ عليه مأخذا واحدا بالنسبة للكلمة اللي احنا بنقوله النهاردة لماذا أدخلت كليات الطب والهندسة والعلوم في أوائل الستينات جل الأظهر اللي بعده رئيس الراحل أنور السادات الرئيس الراحل أنور السادات في التحقيقات لابد أن نعرف أنه لم يقتل من أجل التطبيع ولكنه لكلامه عن المنقبات تمام اللي بعده سعد حساسين دي الوصفة يعني هو النائب سيدا بنسأل سؤال للعلماء هو يقول أنه اكتشف أو اخترع كريم لتكبير الأرداف أتمنى من العلماء جعل هذا الكريم في المختبر وفي المعمل حتى يدرسوه وتستفيد منه جميع نحيفات مصر اللي بعده اللي بعده اللي بعده اللي بعده أنا يابينه مع تويتر يعني المكان الأصلي بتاعه آه هو ساكن مزمن لتويتر والحقيقة يعني هو فيه علامة استفهام على كثيرين ممن لديهم اللكنة الأمريكية في اللغة الإنجليزية الحقيقة فيه أنا بندهش لماذا هذا الحب للإخوان يعني ألم تقرأ تاريخ الإخوان؟ ألم تقرأ اغتيال النقراشي؟ ألم تقرأ اغتيال الخارجي؟ ألم تقرأ اغتيال الخارجي؟ مش ممكن يعني أنا أنا يعني بسأل السؤال ده للأمريكان واللي بتكلمه أمريكاني يا جماعة إزاي تيجي في يوم من الأيام تقولي مد إيدك وصالح الإخوان؟ تمام اللي بعده شرف إسماعيل فرئيس الوزراء في كلمة واحدة غلبان اللي بعده وحيدين عفيفي أمين عمل مع البحوث الإسلامية هو الحقيقة كان فيه برنامج هو هاجمني فيه وقال مين خالد منتصر ده عشان يقول كلام في الدين؟ قال حقيقة بقوله أنا مواطن بسيط جدا بحاول أفكر بفكر بس فقط لا غير فيعني لا داعي لهذا الهجوه اللي بعده ما لك أزرار هل تصنف كدعية من نسبالك؟ الحقيقة يمكن أفتكر لها موقف اجتماعي أنا الحقيقة ما كنتش معاها قوي وده يبين برضو فيه بعض المفاهيم الاجتماعية الغلط كانت فيه برنامج بتاع أزمة هند والفشاوي وكانت حقيقة خاصية جدا على المرأة أنا برضو مش عارف إزاي امرأة تقنع امرأة أخرى أن القيود هي أساوي الزهدية تمام اللي بعده حبيبك راح فين اندهول بسرعة يا جماعة يجي ياسب برهامي على مصرها تنزل مصرها مش عارف تنزل اه ايوه اهو ده برضو بيفتح وبيطرح السؤال الخطير كلية الطب كلية الطب كيف تخرج إرهابيين والحقيقة أنا يمكن بزف بشرة للمشاهدين أن أسادز الطب قناة السويس أدخل العلوم الإنسانية إلى طب قناة السويس وأصبح طلب الطب قناة السويس هيدرسوا فلسفة وعلم نفس وتاريخ طب لكي لا تخرج لنا هذه الخلطة البرهامية مرة أخرى طيب آخر واحد ايوليس مخيون رئيس حزب النور السلفي السؤال حزب النور الذي لا يقف للسلام الجمهوري حزب النور الذي يحرد ضد الأقباط لماذا هو موجود على الساحة حتى هذه اللحظة تمام ودي آخر محطة لينا في حوارنا مع دكتور خالد منتصر بشكر حاجات جداً على وجودك معنا النهاردة بشكر حاجاتكم جداً على مرتبعاتكم معنا النهاردة بكرة إن شاء الله في أسر الكلام هنشوف حكاوة اللي هوا بشكل جديد انتظرونا في قعدة قهوة أصبح على خير اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة